تستمر الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في شمال غرب سوريا معارك أسفرت عن عشرات القتلى سواء من طرفي القتال أو من المدنيين وفق ما أدل به المرصد السوري لحقوق الإنسان قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية في ريف حمى الشمالي الغربي بعد هجمات مغاكسة رفقتها عملية قصف جوي كثيف حول المكان إلى ركام من الأنقاض والقتل فيما ما تزال محافظة إدلب التي تأوي حوالي ثلاثة ملايين نسمة إلى جانب المناطق المجاورة لها ما تزال تتعرض لتصعيد في القصف يتزامن مع مغارك عنيفة متركزة في ريف حمى الشمالي المنطقة عادت لتكون حالبة للصراع بعد أن شهدت هدوءا نسبيا بعد توقيع اتفاق روسي تركي نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل المسلحة إلا أن المغارك زادت تصعيدا بين الطرفين لتطال مدن إدلب ورفها الجنوبي ورف حمى الشمالي وعلى نهج الغارات المستمرة يرتفع عداد القتلى والجرح من المدنيين في انفجار لسيارة مفخخة بجانب كنيسة في مدينة القامشلي شمال شرق البلاد تفجير ألحق أدرارا جسيمة بالكنيسة والأبنية التي تجاورها فيما أفادت مصادر طبية إلى جانب المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحصيلة خلفت قتل من المدنيين فيما أصيب البعض بجروح بالغة الخطورة وبالرغم من التوقف النسبي للمغارك في أجزاء كثيرة من سوريا إلا أن ذلك لم يمنع استمرارها بوتيرة غالية في مناطق أخرى معارك ما زالت تحصد أرواح المدنيين في دوامة جدب للمصالح بين أطراف النزاع المختلفة